موسيقى زوار مساء الجهاء الكرام في إطار متابعتنا لتدبير الشأن المحلي بتراب عمالة السلا اليوم نزور جماعة عمر في دورتها لاستثنائية كانت جلسة مغلقة لاستكمال هياكل المجلس نعم سيد الرئيس السابق سيد محمد كربوب لو تقريبون أكثر من أجوائه هذه الدورة شكرا السيد أحمد على هذه الاستثافة وعلى التتبع والاهتمام بقضايا الجماعة العمر بالفعل كانت اليوم دورة استثنائية لاستكمال هياكل المجلس وخاصة الليجان لقد مرت في ظروف عادية لو لا منع بعض الصحفاء أنا لا أرى مانعا في حضور الصحفاء بالعكس فالصحفاء خاصة نقول ما يجري للرأي العام ولكن الأغلبية برئاسة السيدة الكريم لأنه لم تحضر اليوم السيدة الرئيسة وترأس سيد كريم زبزمي الجلسة فكان رئي دياله أنه الصحفاء ولحت العموم تكون جلسة مغلقة وبحكم أنه كانت عندهم الأغلبية وهذا ما نستعاله القانون الداخلي فكانت الجلسة مغلقة وتم تصويت على اللجنة واحدة وهي اللجنة المالية وممتيل المجلس في مجموعة العاصمة لانتخابها في عبدالربيه وممتيل اللجنة الإدارية المكلفة بانتخابات والنائب ديالو واللجنة المالية أما بباقي اللجن لم يتم استكمالها لأن أعضاء الأغلبية رفضوا الانتماء لهذا اللجن ستتم الرئاسة ديالهم من طرف المعارضة وهذا خرق حساف الإدارة لأنه حطوا طلبات الترشيحات ديالهم ولم تعرض على المجلس وما سنسكتوش على هذا شيء إن شاء الله وغندروا الطعون في هذه المسائل وغندروا الشكاية للإدارة الوصية في هذه النقطة بالدبت نعم سكر بوب يبدو أن هناك نوع من الارتباك في هذا الدخول السياسي هنا بجماعة عمر هذه الدورة السيطنائية غابت عنها الرئيسة وترأسها النائب الثاني اللي لها سيد عبد الكريم الزمزمي ومنعت الصحفة من تغطية أشغال الدورة الأسبوع المقبل ستكمل نقا دراسة نقا جدو الأعمال ما هي الرسالة أو الآفاق لهذا المجلس كما قلت فأيقول يوم إلى تبعتي يعني يوم تكوين المجلس فإحنا باركنا لهذا السيدة الرئيسة وقلنا لهذه دينا مدودة للتعاون بانسور إذا بشات في إطار يعني خدمة الصالح الآم وخدمة المنطقة وإذا كان العكس فإن معارضة ستكون قوية وستراقبوا يعني الشأن المحلي دي الجامعة عمر وستقولوا كلمتها اليوم أثبتت المعارضة لأن كان ارتباك في الأغلبية بالنقص دي العدد دي لهم فحتى يعني هذه الغيابات اللي كينا يعني عندما يبررها واستطعنا يعني المعارضة يعني الفوز باللجنة المالية اللي فعلا غدين نتبعوا غدين نكونوا قراب إن شاء الله ونتبعوا جميع البرامج والأموال دي الجماعة وكيف تصرف ونعطيهم الرأي دي لنا والتقرير دي لنا في هذا الشيء ويعرض المجلس إن شاء الله شكرا